السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزة طربة وطالبات واولياء امور صف السادس الابتداء. ان شاء الله هناخد مع بعض الوقت على وقت المحادثة للصف السادس الابتداء الوحدة السادسة الدرس الاول من كتاب المعاصر صفحة تمنتاشر. اول سؤال معايا خاص بلسن انجل. الاستماع. الحوار بيدرنا بين ايمن وامان. ايمن بيقول يعني ايه? ماذا تفعل? اولا انت بتعمل ايه? قالت له اي ام كلينج. انا بنظف حجرة الايه? نظف حجرة اي ام كلينج اب. انا بنظف الحجرة. يبقى اي ام كلينج اب. انا بنظف ذا روم اللي هي الايه? الحجرة. هنا ايمن رد عليها ويقول لها كان اي هل يو ممكن ان انا اساعدك? اقدر اساعدك. تمام? بيعرض عليها الايه? المساعدة. ايمن قالت له شور? شور يعني بالتأكيد. كان يوموف ذات موف يعني تحرك او تنقل ذات ايه ذات شير باي ذا وندو. ممكن تحرك ذات آآ تشير هذا الكرسي باي ذا وندو باي هنا بمعنى بجوار. يعني تحرك وتوديه كده بجوار الشباك. هنا ايمن ان لا اي كانت كانت يعني لا استطيع اتس تو تولى عايزين بعضها صفة هتكون بمعنى جدا اتس تو ايه اتس تو هيفي انه صاقيل جدا هيفي يعني صاقيل. هنا ايمن قالت له ايه? انا سوف انقله. اي الموف ات يعني سوف انقله. الجزء بعد كده تخص بالاختيرات شوز اختر ذا كوريكت انصر الاجابة الصحيحة. صار رقم واحد. what are you not? قال له. I am cleaning up. يبقى what are you eating? ماذا تأكل? writing يعني يكتب او الكتابة. reading يعني يقرأ. doing يعني يفعل. طبعا هنا عايزة تقول له ماذا تفعل? what are you doing? ليه? لان الاجابة. I am cleaning up. انا انظفي. بقى انت بتعمل ايه? what are you doing? جاي اللي بعد كده. الصعر رقم اتنين. this bag bagi يعني حقيبة. هذه الحقيبة is two not. I can't lift it. lift يعني يرفع. انا مش هقدر ارفعها. مش قادر ارفعها. يبقى هي بتكون two ايه? ايه جدا? light light يعني خفيف. تمام? هي في يعني سقيل. sad يعني حزين. expensive يعني غالي. طيب انا عايزة اقول. ده هي تقيلة جدا. مش قادر ارفعها. this bag is too heavy. هذه الحقيبة سقيلة جدا. رقم ثلاثة. I own two. انا ذهبت الى ايه? because I like music. لان انا بحب الايه? بحب الموسيقى. طالما بحب الموسيقى. هذهب. هروح لفين? concert concert اللي هو الايه? حفلة. موسيقي. ولا لايبري. هروح المكتبة. المكتبة مفهاش موسيقى. ولا شوب هروح المحل. ولا ماشي. هروح المباراة. طبعا هروح لي فين? عشان اسمع موسيقى وبحب الموسيقى. هروح لconcert حفلة ايه? حفلة موسيقى. تمام? بعد كده جايب لي هنا ايه? رقم اربعة اي كان انا استطيع ذا بس. اللي قالت الايه? قالت الباس. help يعني يساعد. move يعني يحرك. ايه تيأكل. drink يشرب. هعمل ايه فقلت الباس? طبعا ان انا هحركها. اي كان موف ذا بس. بقدر احرك آلة الايه? آلة الباس. بعد كده السؤال رقم خمسة بيقول لي. what what's going? نقط in here. عايز يقول لي هنا ايه? ماذا يحدث هنا? ايه اللي بيحصل هنا? what's going by? ولا on? ولا in? ولا at? what's going on? ماذا يحدث هنا? what's going on? in here. ماذا يحدث هنا? رقم ستة نانسي. ايه نقط? her mother. مامتها? clean up. بتنظف the kitchen المطبخ. يعني ساعدة. بتساعد هلبس هنا الفعل في الاس. يبقى نانسي ايه? بعد اس بيجي الفرب اي انجي. نانسي. واس يبقى بتساعد مامتها في تنظيف المطبخ. رقم سبعة. يعني ضع. ضعه يعني هناك. نقط the window. on the window. ولا to the window. ولا buy the window. ولا for the window. buy. 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 بيجي لي بعدها مكان. بتكون بمعنى بجوار. ضعه هناك بجوار الايه? بجوار الشباك. جايب لي هنا آآ السؤال رقم تمانية. بيقول لي ايه? بيقول لي نقط you want some help. ايه بعض المساعدة. عايز يقول له هل انت تريد بعض من المساعدة? تمام? انا بوجه السؤال لمين? بوجه السؤال لانت. عايزين ايه? طبعا عندي مصدر. يختار يدو يداز معيو. بختار مين? بختار do do you want? هل تريد? لان ار عايزة في اربع وين جي. وهف عايزة تصريف ثالث. يبقى هاختار مين? هاختار do do you want? هل تريد بعض من المساعدة? جايب لي هنا الصفحة لقصتها صفحة 19 بيقول لي اريد اذا بستج اكرأ الفقرة? ان انصر واجب the questions على الاسئلة. ميستر او ميسس سلوة? is our music teacher? دي مدرسة الايه? مدرسة الموسيقى بتاعتنا. she is very busy. هي مشغولة جدا. today اليوم she is getting ready for getting ready for يعني تستعد او تجهز لي حفل ايه? four hours school concert الحفل الموسيقي بتاع المدرسة. الحفل الايه? الموسيقي. مش السلوة? is not happy. مش سعيدة. to see the miss. miss اللي هي الفوضى. وبتحبش ان هي تشوف ايه? فوضى. she is asking the people. اللي هما التلاميذ. بتطلب من اللي هما التلاميذ. بتطلب منهم ايه? to help her. ان هما يساعدوها. because the room. لان الغرفة is messy. بتكون شكل بتاعها فوضوي. احمد is cleaning up the music room. احمد ينظف حجرة الموسيقى. to help his teacher عشان يساعد المدرسة بتاعتو. mary wants to help to. وكمان mary بتحب ان هي ايه تساعد. she wants to move the bus. بتحب ان هي تحرك. الايه? قالت الباس. and put it by the window. وتشيلها كده وتحركها بجوار the window. but it is so heavy. لكنها هيفي يعني سكيلة ايه? سكيلة جدا. احمد help is here to move it. احمد سعيد هان هي تنقل قلت الباس جنب الايه? الشباك. الان اشوف اسألة تخطيرات اللي تبع الفكرة. والسؤال راكم واحد يقول له. miss salwa is getting ready for بتستعدي الايه? the listen? ليه? الحصة او الدرس. ولا بتستعدي homework اللي هو الواجب المنزلي. ولا last li? الفصل. ولا concert الحفلة موسيقي. طبعا بتستعدي الحفلة الايه? الموسيقي. نختار الحرف دي. رقم اتنين. طلبت من مين? بتطلب من مين ان هو يساعدها? التلاميذ. بتطلب من التلاميذ ولا بتطلب من المدارسين? ولا بتطلب من الاصدقاء ان هما يساعدوها? ولا بتطلب من الاخوة ان هما يساعدوها? طبعا بتطلب من اللي هما التلاميذ ان هما يساعدوها? السؤال رقم تلاتة بيقول لي هنا ايه? هي طلبت او كانت محتاجة ايه من التلاميذ ان هما يعملو او يساعدوها في ايه? تمام? طبعا محتاجة منهم ان هما يساعدوها في ان هي تنهي الفوضى اللي هي موجودة. او في التنظيف. ممكن كمان نقتصرها ونقول هي كان عندها ايه? او بتستعدي لحفل مدرسي موسيقى هنقول هنا شي از بتستعد لي هي بتكون او كانت بتستعد الايه? بتستعد لي آآ حفل موسيقي اوار سكول كونسرت اوار سكول كونسرت لي الحفل الايه الموسيقى اوار سكول كونسرت لي الحفل ايه الموسيقى بعد كده يقولي هنا ايه بيقولي هنا مين اللي هو اراد ان يحرك ادلة الباس بزا ويندو بجوار الشباك طبعا مين هنا طبعا هنا ميري هي اللي ارادت يبقى اللي كانت عايزة تحرك ال تلبس مين ها طبعا ميري هي اللي كانت عايزة تحرك ال ال celebrities يبقى ميري بيقولي هنا النق UE قعد الترتيب هنرتب اzo الكلمات دي ونعيد ترتيبها عشان نكووم الجملة ايه صحيحة ومفيدة قعد ترتيب. هالكلمات التالية عشان تكون جمل ايه صحيحة? بيقول لي هنا ايه? يستعد او يجهز يعني لي اذا حفل موسيقي ولا يعني هو يكون. عايزين نقول هي او هو يستعد لحفل موسيقي. هنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط. لي اختصار هي ايه? طبعا. طبعا عايزين بعدها هيز جيتنج ريدي فور ذا كونسرت. هيز جيتنج ريدي فور ذا كونسرت هو يستعد لحفل ايه? موسيقي. رقم اتنين بيقول لي هنا بمعنى هنا يعني يحدث ما او ماذا? ايه يعني فيه? لابصرف هنا اختصار لاز. عايزين نقول ماذا يحدث هنا? ونبدأ بايه? بوط. هنبدأ بايه? بوط. وهنقول هنا ايه? ماذا يحدث هنا? يبقى وط? وط? ادي كلمة اللي هو آآ جيب اللي تحتها خط هابدأ بيها. وتاني حاجة ما في الاختير هاختار لابص في يبقى وط? وط ايه? وط? ها? ها? يحدث? ماذا يحدث ايه? هنا يعني ايه? ان هير. ماذا يحدث هنا? جزء الخاص بيه? التركيم بيقول لي ايه? الجمل التالية. ماريام بتساعد مين? بتساعد المدرس بتاعها. اول حاجة عندي هنا ماريام عينيه على اول حرفي هو كابتل آآ هو سمول هنعمله كابتل ايه? لتر. ادي حرف الام كابتل لتر. تمام? وعندي هنا الاس هنعمل لها لبصرف دي تاني حاجة من علمات التركيم. وبعد كده هلبنج هير تيتشار? وهو عامل لي هنا فلوسوف في النهاية. بقى كده ادي علمتين التركيم اللي انا هغيرهم. تاني حاجة. امتى الحفل الموسيكي يا نادا? طبعا هو عامل لي اصلا ايه? عامل لي هنا? آآ عامل لي هنا الدابليو كابتل لتر. بس عندي هنا حرف الان في كلمة نادا. الحرف ده سمول هنعملو احنا كابتل. ادي حرف الان. يبدأ اول تغيير. ونجي في النهاية. بنعمل ايه? كعلامة استفهامي. بغيرت حرف الان. وفي النهاية عملت كوتشار مارك علامة استفهام. والله هناخد مع بعض الوقت جانرال اكسرسايز استدريبات عامة. ليه الصف السادس الابتدائي من كتاب المعاصر على وقت الكلمات. ليه الوحدة السادسة الدرس التاني من كتاب المعاصر صفحة اربعة وعشرين بيقول لنا ساركل اعمل دا ادوارد. حاول الكلمة المختلف ان ربليس ات واستبدلها بكلمة تانية تكون صحيحة. فلوت اللي هو الفلوت او الناي. باص اللي هو الاوتو بيس. درام اللي هي الطابلة. طيوبة اللي هي قالت الطيوبة. يا ترى من المختلف اللي هي باص. ليه? لان ديت من ترانشبورت من وسائل النقل. والباقي. يعني ايه? يعني آلات موسيقية. عايزين نكتب آلة موسيقية نكتب آلة البيس. ليه الآلة البيس. ليه آلة من الآلات الموسيقية. رقم اتنين. مك يصنع او يجعل. بس. ليه آلة البيس. لوك ينظر. براكتس. يتضرب. يبقى من المختلف دي من الآلة. آلة من الآلات الموسيقية. طيب والباقي هنا في المضارع. عايزين اي فعل في المضارع. اي فعل نكتب مسلا ايه? نكتب بلاي. رقم تلاتة فلوت اللي هو الفلوت او الناي. يجهز او يستعد. كويت هادئ. ساد سعيد. يبقى عندي وكويت وساد. يعني مستعد وهادئ وحزين. بكلها صفات. لكن فلوت دي ايه? دي آلة موسيقية. طيب هنعمل ايه? هنجيب احنا كمان اي صفة من الصفات ممكن نقول كيوت يعني جميل او جذاب. رقم تلاتة براكتس يتضرب. يقرأ اللي هي آلة او الكمان. هفعين ده او يمتلك او يتناول. يبقى المختلف اللي هي آلة من الآلات الموسيقية. والباقي دي افعل افعل في المضارع. عايزين فعل في المضارع. نجيب هنا مسلا ايه? سي يرى. رقم خمسة اللي هي آلة الريكوردر. يعني زجاجة. هي بقى بوتل هي المختلفة والباقي. آلات موسيقية. عايزين نكتب اي آلة من الآلات الموسيقية. نكتب مسلا ايه? آلة التيوبة. تمام? آلة الايه? التيوبة. بعد كده الخاصة بين اختيرات وتشوز اختر. ذا كولكت انصر الاجابة الصحيحة. تشوف كده اسئلة اختيرات اللي عندنا. رقم واحد بيقول لي. ذا نقطة يعني آلة موسيقية. يا ترى ايه بقى اللي عندنا دول فيها آلة موسيقية. تب يعني ايه? يعني شريط ايه? شريط لاصق. ولا طب ولا تيوبة اللي هي دي من الآلات الموسيقية. رقم اتنين. انا استطيع استطيع ان ارى بعض الآلات الموسيقية. هنشوف الآلات الموسيقية في حجرة ايه? موسيق حجرة الموسيقى ولا بطل اللي هي زجاجة ولا بوك كتاب ولا اللي هو الفن او الرسمة طبعا نشوفها في حجرة الايه? في حجرة الموسيقى. رقم تلاتة بمعنى ينفخ بستخدمها بمعنى ينفخ مع الآلات الموسيقية وتكون بمعنى يهب مع الرياح. تمام? بننفخ بقى في ايه? هننفخ في الطبول ولا اللي هي آلة الترومبت او البوك ولا بيانو اللي هو البيانو ولا اللي هي آلة الكمانية. ترى ايه من آلات النفخ? طبعا آلة الترومبت هي دي اللي من آلات النفخ. رقم اربعة. نقط بلايز او ذي زيلفون. اللي هو الاكسيلفون في الحفل الموسيقى. بلايز انا عندي هنا بلايزي فيها الاس. انا عندي الفعل بتاعي فيه الاس. وي واي ويو التلاتة دولة بيجيلي معهم الفعل في في المصدر. الواحدة اللي بيجيلي معها الفعل في اس اللي هي ايه? هي او شيئل او اي مفرد. رقم خمسة بيقول لي ايه? انا بحب العسفة على آلة الكمان. نقط اي دونت براكتس انوف. عايز يقول لكن انا لم براكتس يعني يتضرب لكن انا لم اتضرب انوف يعني بشكل ايه? بشكل كافي لكن ما بتضربش بشكل كافي. بط بمعنى لكن ده الكلام ده في حالة التماكض. تمام? ولا ان لي وا? ولا سو? لي زالكة? او لزالكة? ولا او بمعنى او للاختيار ما بين اتنين? طبعا عايز اقول ايه? لكن انا لم اتضرب بشكل كافي. انا بحب العسفة على الفايلين لكن ما بتضربش بشكل ايه? كفائي ايه? انا اختار هنا بطل التناقض. رقم ستة هي بلايز ذا. هو يعزف ذا نقط سلولي يعني ببطء. بيعزف على ايه ببطء? شوز? هيزف على الحزاء? ولا هاوس? هيزف على المنزل? ولا كار السيارة? ولا درامز الطبول? بيعزف ايه? الوحيدة اللي بتعزف عليها اللي هي درامز الطبول دي الوحيدة اللي من قاتل المسكير. رقم سبعة يسر دي. بالامس. هي نقط سيمبلز. سيمبلز اللي هي الصاجات. هي ايه? ولا بلايد ولا بلاينج ولا بلايز. هو قال لي ايه? قال لي يسر دي. يسر دي ايه? في الماضي كلمات ميدلة على الماضي. يبقى على طول باختار الفاعل ومعايا التصريف التاني للفاعل. التصريف تاني من بلاي هي بلاي دي. هنا المصدر. ان الفاعل مضاف للاس الكلام ده في حالة المدارة. مع الفاعل المفرد. يبقى انا اختار التصريف التاني على طول لان الجملة اساسا بتاع دي فيها يسر دي في الماضي. رقم تمانية ماي سيستر. اختي نقطو ذا دكتور. يعني ايه? للطبير يسر دي بالامس. بيكوز بيكوز يعني لانا شي هاستوميك ايه? اللي هو الايه? بالماعدة. تمام? يبقى اخت عايزين نقول اخت ايه? عايزين تذهب للطبيب او زهبت للطبيب يسر دي بالامس عشان عندها الم بالماعدة. انا بتكلم عن ايه? بتكلم عن بالامس. بالامس يبقى انا هاختار هنا ايه? هاختار هنا جو. الفاعل في المصدر ولا وانت الفاعل في الماضي ولا جوز في المضارة ولا جونج الفر باين جي. طالما عندي يسر دي لازم اخد الفاعل والتصريف التاني يبقى مي سستر وين زهبت الى ذا دكتور الطبيب. بعد كده جيب لي هنا صفحة خمسة وعشين بيقول لي ريارينج قعد ترتيب ذا فلون جوردس الكلمات التالية تو ميك عشان تكون كوروكت سنتينسيس جمال صحيحة. رقم واحد دت بمعنى فعلة هاو كيف ذا درامز الطبول هي هو بلاي بمعنى يعزف طالما عندي قلمة سوكية. قد نقول هنا ايه? كيف عزفة على الطبول? كيف هو عزفة? يبقى دي عندي اول حاجة كلمة الاستفهام هاو. وقدي الفاعل المساعد في الماضي دد. وقدي الفاعل هي. وقدي المصدر بلاي. يبقى عندي هنا ترتيب السؤال كلمة الاستفهام ودد والفاعل والمصدر. يبقى عندي هقولها تاني. هاو دد هي بلاي. هو التكملة بتاعت اللي هي ذا درامز. ذا درامز اللي هي الايه? الطبول ومنساش علامة الاستفهام. رقم اتنين. ذاي هم. وانت يريد تو جذر معن تو الى براكتس يتدرب. تمام? هم عايزين يتدربوا مع بعض. هبدأ بي ذاي. زي ما هو حطط لي تحتها خط كده. بابدأ بي. هيبقى ذاي. يعني هم الفاعل الفاعل اللي عندي ايه? يعني يريد. ذاي. وانتو. يريدو ان. بعدها مين? بعدها المصدر براكتس يتدربوا. يريدو ان يتدربوا ايه? معن. تو. جذر معنا. بيقول لي رايت اكتب 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 من سبع جمل عن ميوزيكال اللي هي الآلات الايه? الآلات الموسيقية. وده موجود عندي ومجاب عندي في نهاية الكتاب. ان شاء الله هناخد مع بعض الوقت جنرال اكسرسيز تدريبات عامة على فوق الوقت التدريب والجزء الخاص بالجرامر للصف السادس الابتدائي من كتاب المعاصر. الوحدة السادسة على الدرس التالت. صفحة اتنين وتلاتين بيقول لي اعمل دايرة حول الكلمة المختلفة. واستبدلها. بكلمة اخرى تكون صحيحة. رقم واحد. جاي بي اللي هي الحرب او الكيسارة. بصوت عالي. بطريقة جيدة بسرعة. جايب لي هنا كلها هدية ظروف او احوال. لكن دي الوحدها اللي هي الآلة الموسيقية. عايزين نجيب اي ظرف او حل ممكن نقول هنا ايه بادلي يعني بطريقة سيئة. بادلي بطريقة سيئة. رقم اتنين هرب الهرب او الكيسارة. اللي هي قالت الباس. يعزف اللي هي هنا بمعنى يعزف او يلعب. ده فعل والباقي عندي هنا آلات موسيقية. نكتب اي آلة مسلا نكتب الطيوبة. رقم تلاتة انجوي يستمتع هابلي بسعادة جو يذهب كليين ينظف. يبقى هابلي بسعادة دية ظرف او حال يعني ادفر. والباقي عندي ايه? افعال في المدارة. عايزين اي ايه? عايزين اي فعلة من الافعال هنا انجوي يستمتع جو يذهب كليين ينظف. ناخد مسلا ايه? ناخد آآ يعزف. رقم اربعة. بيقول لي هنا ايه? معنى ناعم. او صوت هادئ. آآ يعزف. يضرب ينفخ. التلاتة دولة ايه? بيكونوا آآ بمعنى آآ ان هم افعال في المدارة. لكن هنا دي صفة. نشوف اي فعل في المدارة ناخد مسلا ايه? يجري. رقم خمس. لو دلي بصوت عالي كويتلي بسرعة جود جيد بدلي بسوء او بطريقة سيئة. الوحيدة هنا اللي عندي مين? صفة هي جود. والباقي هنا ايه? ادفر بس. ظروف او احوال. طيب نخليها زيهم ظرف او حال. هي من الصفات. لما باجي حولها بتبقى ايه? من الصفات الشازة عشان تتحول معي هتبقى ايه? مش اطلعه هيتغير هتبقى بالطريقة جيدة. اقرأ الفكرة. ان انصر. واجب على الاسئلة بنقرأ الفكرة بتاعتنا ونبدأ نتجاوب على الاسئلة اللي موجودة تحتها. بيقول لي هنا بس طويكة الاسبوع الماضي. المدرسة بتاعتي هاد اكونسرت. اقامت حفل ايه? موسيقى كونسرت اللي هو الحفل الايه? الموسيقي. المدرسين ما لهم ساعدوا من اللي هم الطلاب. ان هما يستعدوا للحفل ده. احمد ان عادل. احمد تامير بلايد ذا ريكوردر. سادلي. تامير عزف على الريكوردر سادلي يعني بحزن. بكوز هي واس فري ساد. لانه كان حزين جدا. اميرا بلايد ذا تشالو. اه اميرا عزفت على ايه? على آلة تشالو. كويتلي. كويتلي يعني بهدوء. we were very happy. احنا كنا سعداء جدا. افتر بعد الحفل الموسيقي. والمدرسين هاد ابيتزا بارتي. اقاموا ايه? ابيتزا بارتي اللي هي حفل ايه? حفل بيتزا. اي ونت هوم ليت. رجعت للبيت متأخرا اطنايت ليلا. شوف كده? الاسئلة اللي هو جاب هنا. بيقول لي هنا ايه? السؤال رقم واحد بيقول لي. اللي هو الحفل الايه? الحفل الموسيقي. يعني كان كان امتى بقى? نيكس ويك الاسبوع القادم. ولا يسر داي كان موجود او معمول او مقيم بالامس? ولا لست ويك اللي هو كان الاسبوع الماضي? ولا لست منث الشهر الايه? الشهر الماضي. طبعا ده كان امتى? في اول حاجة خلص هنا جيبها للاست ويك الاسبوع الايه? الاسبوع الماضي. رقم اثنين. الطلاب كليند اب. يعني ايه? يعني نظفوا. نظفوا ايه? ذا ارت روم اللي هي غرفة الايه? الرسم. ولا بلاي جراوند. نظفوا الملعب. ولا اللي هو الفصل بتاعهم. ولا ميوزيك روم اللي هي حجرة الايه? حجرة الموسيقى. ترى هو على حسب الفكرة هم نظفوا ايه? ذا ميوزيك روم اللي هي حجرة الايه? الموسيقى. بنختار هنا ذا ميوزيك روم. نظفوا حجرة الموسيقى. بعد كده بيقول لي هنا السؤال رقم تلاتة. ليه? هنا بيقول لي امتى? ليه? الطلاب او امتى? متى? الطلاب او الحفل الموسيقى. طبعا بعد الايه? او حفل البيتزا. عملوا حفلة بيتزا امتى? طبعا الكلام ده كان بعد الايه? الحفل الموسيقى. رقم اربع. تمام? تاني هقرر لكم السؤال ده تاني ما كانش واضح. بيقول لي هنا الطلاب. والمدرسين هاذ يعني اقاموا امتى حفلة البيتزا? طبعا بعد الايه? الحفل الموسيقى. السؤال رقم اربع. بيقول لي هنا ايه? كيف تامر عزفة على الريكوردر? عزف ازاي? هنقول هنا. تامر يعني عزفة. على الريكوردر? عزف على الريكوردر ايه? بطريقة ايه? او ايه? احاله? الحال اللي هو عزف به على الريكوردر طبعا جايبها لي هنا في الفقرة. ساد لي يعني بحزن. لانه ايه? لانه كان حزين. يبقى ساد لي بحزن ديها اللي هي. الاجابة بتاعتي. عزف على الريكوردر ساد لي يعني بحزن. تامر بلايد ذا ريكوردر ساد لي. جاب لي بعد كده الصفحة لقصاتها صفحة تلاتة وتلاتين بيقول لي. اكتب بريد ايه? اكتب بريد الكتروني. مقام من سبع جمع. اكتب بريد الكتروني. عمادي. بقى هدكتب لي مين? لعمات. فين عنوان عماد? تمام? انا بيقول لي هنا. الانوان اه بتاع اماد اماد ايه جيميل دوت كوم. يبقى ده الى مين? تمام? تو تلهم عشان تخبر اوباوت يور ميوزيكال نسترومنس. يعني يعني آلات الموسيقية الخاصة بيك. يور هتبقى مين? هتبقى ماي. هنحولها. يبقى ماي ميوزيكال نسترومنس. ده اللي هو الايه? اللي هو سبجيكت. ده اللي هو الموضوع بتاعنا. من مين بقى? يور نيم انت اسمك ايه انت اللي بتبعت? عاطف ان يور ايميل ادرس وعنوان برده الالكتروني. عاطف ايه جيميل دوت كوم. ده العنوان يبقى من اول هنا كده. ده عنوان مين عنوان الراسل. من مين? سبجيكت الموضوع قلناه. يبدأ بقى تكتب دير وهو اوليو كيف حالك. وتبدأ ان انت تكتب البراجراف بتاعك عن الالات الموسيقية. وده اصل متجاوب عندي في نهاية الكتاب. حبيت بس اوضح لكم الطريقة بتاعته. بيقول لي هنا قعد الترتيب. ذا فلوينج وردس للكلمات التالية. توميك عشان تكون كوريكت كوريكت سنتنس جمال صحيحة. رقم واحد هارب اللي هو الهارب او الكسارة. ذا هم لودلي. لودلي يعني ايه? بصوت عالي. يعني عزفة ذا اداة تعريب. معنى قال عايزين نقول هم عزفوا على الهارب او الكسارة بصوت عالي. هنبدأ بكلمات ايه? كلمات ذا يبقى ذا اللي هي ايه? هم. ذا ايه? ذا بعدها التصريف التاني يعني عزفوا. هم عزفوا. على ايه? ذا هارب اللي هي الكسارة او الهارب. ذا هارب. عزفوا. على الهارب ايه? لودلي بصوت عالي. لودلي بصوت ايه? عالي. هناك فعل المساعد معي للماضي. هاو كيف ادرامز الطبول بلي يعزف? ذا اداة تعريب ما انا قلتش هي هي. كيف هي عزفت على الطبول? عندي ترتيب السؤال بتاعي بيبدأ بها. واده كلمات الاستفهم هاو. الفعل المساعد للماضي دد. تمام? بعدها مين? بعد دد الفاعل والمصدر. يبقى ذا بلاي دد. من الفعل اللي عندي? الفعل اللي عندي شي. وبعد كده المصدر ايه? المصدر بلاي. يبقى تاني الترتيب بتاعي. هاو ديت شي بلاي. هدي كلمة الاستفهام ودد والفاعل والمصدر. هاو ديت شي بلاي. التكملها بتاعتي بقى ذا درامز اللي هي الطبول. كيف عزفت على الايه? على الطبول. رقم الجمل التالية. الجزء الخاص بالترتيب. آآ ردوة عزفت على الطبول سادلي يعني بحزن. ادي عندي حرف الار. هنعمل هنا الار كبتال تمام? ونجي نكمل الجملة بتاعيه انها عادي خالص. نجي هنا في النهاية ونعمل فلسطوبلي لان دي جملة خبرية مش جملة استفهامية. رقم اتنين هي عزفت على ازاي? عندي هنا حرف هنعملو كابتال تمام? عادي اول حاجة في علامات التركين. وقادي عنده ال في ليلة هو عامل هالا اصلا كابتال. طيب ده سؤال نجي في النهاية ونعمل ايه? نعمل كوستشان ماركة علامة ايه? علامة استفهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز وطلبات وطالبات اولياء امور الصفة السادسة الابتدائية ان شاء الله هناخد مع بعض الوقت الجنرال استدريبات عامة على جزء خاص بالقراءة للصفة السادسة الابتدائية من الوحدة السادسة على الدرس الرابع صفحة اربعين واول سؤال معي بيقول لي سيركل اعمل دايرا ذا ادوارد حول الكلامة المختلفة. وستبدلها بكلمة تانية تكون صحيحة. رقم واحد. حفلة اللي هو العارض البيتزا. حفلة موسيكي بيتزا. هي المختلفة من الاطعمة. والبقى عندي حاجات خاصة بالفن. هنكتب مسلا ايه? اللي هي المسرحية. رقم اتنين. تعازف منفرد. مغني. باص اوتوبيس. اللي هي الفريق الغنائي. او فرقة غنائية. يبقى دي كلها عندي حاجات خاصة بالموسيكا والغناء. لكن باص اوتوبيس ده من ايه? وسائل النقل. هنختارها هي المختلفة. نكتب مسلا ايه? اللي هي الفريق الموسيكي او فرقة موسيكية. رقم ثلاثة. الهارب. قالت الهارب. قالت الترامبت. كار السيارة. فلوت قاية الفلوت او الناي. المختلف عمين? كار السيارة. عايزة نكتب قلم من الالات الموسيكية. يبقى نكتب الايه? البيس. رقم اربع. فرقة موسيكية. المدرسين. اللي هم مع الطلاب المدارس. المختلفة معي وهي كلمة ايه? كلمة. سكولز المغنيين. عرض او ادى دي عازفة مغني منفرد او عازف منفرد. ولا سانجة غنة طبعا. هي دي اللي عازف المنفرد مختلفة. والبقى عند افعال في الماضي نكتب مسلا ايه فعال في الماضي نكتب ايه? ايه? تأكله. جزء بعد كده. الخاصة بالاختيارات اختار ذاك وريك تانصر. الاجابة الصحيحة. هنشوف ايه? الاجابة الصحيحة من الاختيارات اللي عندنا ورقم واحد بيقولي نوعد يعني ادى المصرحية. طبعا احنا بنسأل نقول هنا ايه? مين اللي ادى المصرحية? ام هو رضد علي وقال لي المدارسين الصف الايه? اللي هو الصف الاول. المدارسين الصف الاول هم اللي ادوا المصرحية. بنسأل من العاكل? وات ما او ماذا? وان متى بسأل بها عن الزمن? هو من العاكل? وين اين بسأل بها عن المكان? يبقى هنختار هنا ايه هو? معنى من? للعاكل. رقم اتنين. ذا اركسترا. اللي هي الفرقة الموسيقية. نقط ميوزيك. الموسيقى بيبخ. يستر دي لبخ في الامس. يبقى هنا عندي مين? الاركسترا اللي هي الفرقة الموسيقية. عزفت الموسيقى ليبخ. آآ بالامس. عندي هنا كلمة يستر دي بالامس. يبقى هختار الفاعل اللي عندي وبعد منه التصريف التاني. طيب يبقى عندي هنا في المصدر. ما ينفعش. زي ما ضف لها الاس ما ينفعش. دي هنا في الماضي في التصريف التاني. رقم تلاتة بيقول لي هنا ايه? معنى الجميع او كلنا حبينا المصرحية بتاعتنا كانت ايه? يعني عايزين نقول اللي هي كانت الاقصر نجاحا. يعني هذا المساء او في المساء. هت اللي هي الاقصر ايه? الاقصر نجاحا. هيت يعني اللي هي الحرارة. هات يعني حار. هات اللي هي الكبعة. يعني ايه? انها كانت الاقصر نجاحا اوف في هذا المساء او في المساء. رقم اربعة الرضا نقاط اللي هي قالت تشله بسعادة كل يوم. كل يوم من كلمات يتدل على ايه? ان ده الحدث ده معي مستمر. تمام? يبقى عندي هنا بتكلم في ايه? بتكلم في زمن المضارع البسيط. الرضا ده ايه? ده مفرد. لكي اني بالزبط بقول هي. هي بلاي ده مصدر. ما ينفعش بلاي ده تصريف تاني. او في الماضي ما ينفعش مع كل يوم. بلاي زي هنا الفعل المضاف له العشان هو مفرد ولا بلاينج اي انجي اصلا ما عندش از. تمام? يبقى رضا بلايز. يعز يفعل تشله كل يوم حاجة مستمرة مع روتينية. يبقى الفاعل اللي عندي مفرد بحط الفاعل بتاعي اس. يبقى بلايز. رقم خمسة ذا نقط. يعني غنى اللطف سونجس كتير من الاغاني. تمام? من الغنى كتير من الاغاني. اركسترا. اللي هي الاركسترا الفرقة الموسيقية. تمام? ولا المسرحية ولا كورس اللي هو الفرقة الغنائية. الفرقة الغنائية اللي هو الموسيقى. طبعا عندي اللي بيغني اللي هي كورس الفرقة الغنائية. رقم ستة بيقول they play the flute. نقط. هل انت تعزف على الفلوت او الناي نقط. طبعا انا بتكلم عن ايه? انا عايزة اوصف الايه? اوصف العزف. ايه اللي بيوصف الفعل? ولا الظرف ولا جوت الصفة ولا باد ولا كويت. طبعا جوت وباد وكويت دو كلها صفات. عشان انا اختارها. عايز يقول له انت ازاي بتعزف على او او هل انت بتعزف بتعزف على آلة الفلوت بطريقة جيدة? انا عايزة هنا ظرف. عايزة ادفر. ظرف او ايه? او حال. يبقى اختار. الوحيدة اللي عندي ظرف او حال هي. رقم سبعة ظرف كل المدرسة موقع ابيتزا بارتي. عايزين نقول المدرسة اقامت حفلة بيتزا. هاد اقامة يعني رأة? ولا كوجد طبخة او طهة? ولا بلايد عازفة او لعبة? يبقى انا عايزة اقول المدرسة هاد اقامت ابيتزا بارتي حفلة بيتزا. رقم تمانية. اميرة. كانت ايه? على الفايلون. كانت ايه? اركسترا. كانت فرقة. ده هي اميرة واحدة. هتبقى زي فرقة موسيقية كانت عازفة منفاردة. ولا كورس اللي هي الفرقة الايه? الغنائية. ولا كانت مدرسة على الفايلون. طبعا هي كانت العازفة المنفاردة على آلة الفايلون. اللي هي على آلة الفايلون. اللي هي آلة الايه? آلة الكمان. قبل الصفحة القصة صفحة واحد واربعين بيقول اللي هنا يريد اقرأ ذا بسج. الفاكرة. انا انصر واجب ذا كوشنز على الاسئلة. ذا بيوبلز اللي هم الطلاب او التلاميذ. تمام? اد زجازيج برايمار سكول في المدرسة الابتدائية بتاعت الزجازيج. جيف ذير سبرينج بيرفورمانس. ادوا اداء او عرض الربيع الخاص بيهم لست نايت الليلة الماضية. دا بيوبلز. التلاميذ اوف جريت سكس. في الصفة السادس روت ان بيرفورمت ابلاي. كتبوا وعرضوا المسرحية. انها كانت هيتي اللي هي الاكسر ايه? هي كانت الاكسر نجاحا المسرحية بتاعتهم. كانت الاكسر نجاحا لهذا المساء. ذا كورس اللي هي الفريق الغنائي. سانج او توف سونجس. غنى كتير من الاغاني. ردوة حسني وز ذا سوليست. ردوة حسني كانت مين? كانت العازف المنفرد. شي سانج وال هي غنت بطريقة جيدة. علي احمد بلايد. ذا فايلن. عزفا على الالة. قالت الكمان بسعادة. ان حسن محمد وحسن محمد بلايد. ذا سيمبلز. عزف على الصاجات. لود لي. لود لي يعني بصوت ايه? بصوت عالي. شوف كده بقى الاسئلة. بيقول لي ايه? رقم واحد. ذا بيوبلز. التلاميذ جيف ذير. قدموا او ادوا ايه? لهم بيرفورمانس. الاداء او العرض لست نايت. عرض ايه? عرض الربيع? ولا ونتر عرض الشتاء? ولا صمر عرض الصيف? ولا فؤل عرض الخريف? العرض التاحهم كان اسمه عرض ايه? ذير. عرض الايه? اللي هو ايه? عرض الربيع. ايه? هنختار هنا كلمات سبرينج. رقم اتنين. ذا بيوبلز. التلاميذ. هو بيرفورمانس. ذا بلي. اللي هم عرضوا. المسرحية. كانوا في الصف الكام? اللي هو عشرة. خمسة سكس السادس. طبعا كانوا في الصف الايه? الصف الايه? الصف السادس. الصور الرقم تلاتة بيقول. الكورس اللي هو الفرقة الغنائية. عملت ايه? الفرقة الغنائية طبعا غنت كتير من الاغاني. يبقى هنقول هنا. ذا كورس اللي هي الفرقة الايه? الفرقة الغنائية. عملت ايه? سانج الوت اوف سونجز. سانج الوت اوف سونجز. غنت كتير من الاغاني. رقم اربع. من اللي عزف بقى على الايه? الصقاط. طبعا حسن محمد هو اللي عزف على الصقاط. هنكتب هنا الاسم بتاعه. حسن. محمد. حسن محمد هو اللي عزف على الايه? على الصقاط. يلا نشوف الجزء الخاص به الترتيب وكلمات وهنعيد ترتيبها عشان نكون الجمل بدعتنا بشكل صحيح. بيقول عشان تكون صحيحة. بخ ده اللي هو ايه? اللي هو العازف او اللي هو الملحن بخ. مقادة او عرضة. ذا اداد تعريب بمعنى الاوركسترا اللي هي الاوركسترا او الفرقة الايه الموسيقية ميزك الموسيقى يعني بواسطة. هنقول هنا ايه كلمة ذا في البداية بقى ذا اوركسترا او ذي اوركسترا. ذي اوركسترا. اللي هي اه الفرقة الموسيقية الفرقة الموسيقية ما لها برفورمت يعني عرضة الموسيقى.. هي بقى بار فورمت. عرضت الي ميوسيück اللي هي الموسيقى. برفورمت ميوسيك. مائرina الموسيقى. او عرضت الموسيقى بتاعت مين باي بخ اللي هو بخ باي. رقم اتنين هاف عنده او قضى او يقضي او يقيم حفلة مثلا له كذا معنى بارتي حفلة لفعل مساعد في الماضي ذا سكل المدرسة يعني نوع من عايزين نقول هنا ايه ما نوع ما نوع ما نوع ما نوع الحفلة ما نوع الحفلة ايه ادي الفعل المساعد اللي عندي في الماضي بعد منه ايه عايزة الفاعل اللي هي ذا سكل ذا سكل ادي الفاعل بتاعي هاف ادي المصدر هاف ايه نوع الحفلة الموسيقي اللي المدرسة اقامته what kind of party او نوع الحفلة ايه did the school have اللي المدرسة اقامته وده شقال ما ننساش علامة الايه الاستفهام what kind of party ايه نوع الحفلة did the school اللي المدرسة هاف اقامتها اذا عندي كلمة الاستفهام what kind of party ايه نوع الحفلة ادي دا ادي الفعل المساعد والفاعل والمصدر bank tweets the following رقم التالي او الجمل التالي the following sentences الجمل التالي عبد الرحمن was the solace عبد الرحمن كان عازف منفرد in the performance في العرض بتاعنا تمام انا عندي اول حاجة خالص عيني على اول حرف بعمل الاي كابتة اللتر ال الرحمن ادي عندي حرف برضو ال كابتة اللتر عمانتي هنا تغييرين الاي والاي تمام وجد هنا في النهاية خالص ودي جملة عادية مش جز تفهمي بقو معاملة فلسطوب رقم اتنين دوت حسام سي محمد يصدر دي هو حسام شاف محمد بالامس عيني على اول حرف وحرف ال D كابتة اللتر وعند حسامة دي ال H كابتة اللتر يبقى عندي ال D ال D و ال H عملت لهم الاتنين ايه عملت لهم تغيير الاتنين دول تمام وهو اصلا جاي في النهاية او هو عامل لي اساسا ايه علامة الاستفهام يبقى عملت حرف ال D وحرف ال H وكملت هنا الجملة بتاعتي عادة خالص واصلا عامل لي في النهاية ايه كوزشا مارك علامة الايه الاستفهام